تواصل ميليشيا الحوثي ابتزاز المواطنين في المناطق الخاضعة لسطوتها عبر فرض مبالغ إضافية على فواتر الماء والكهرباء بحجة دعم صندوق المعلم الذي يعد من أكثر شريح المجتمع اليمني تضر من الوضع الراهن والأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الميليشيا وبحسب تقرير سابق صادر عن نظمة اليونسيف فأن أكثر من 170 ألف معلم لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ عشر سنوات وأن ألاف العاملين في القطاع التعليمي لم يحصلوا على مرتباتهم بشكل منتظم وأن أكثر من 9 ألاف تربوي من المعلمين النازحين لا يتقاضون مرتباتهم شهريا ما جعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم في المعيشة والحياة بسبب الحرب نادي المعلمين اليمنيين دعا المواطنين في المناطق الخاضعة لسطوة الميليشيا الحوثية إلى رفض دفع أي مبالغ إضافية تفرض على فواتر الكهرباء والمياه بحجة دعم صندوق المعلم حيث اتهم الميليشيا باستغلال المواطنين وتضليلهم وابتزازهم إذ يتم جمع أموال باسم دعم المعلمين في الوقت الذي يعاني في هؤلاء من قطع رواتبهم منذ سنوات مراقبون يرون أن الميليشيا الحوثية تركزت على ضرب القطاع التعليمي الذي يمثل المعلم عموده الفقري وصدرت تقارير لمنظمات محلية ودولية عكست حجم المأساة التي لحقت بالمعلمين اليمنيين وأنهم في تدهور مريع نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المعلم من قطاع المرتبات والتي تسببت بالمزيد من القهر والحسرة على ما ألت إليه أوضاعهم